لم يكن بوتين ليختار لابنه سوى باغنر ابن الناطق الرسمي باسمه وأقرب شاب إليه وصية العم إذن فلاديمير تنفذ وفي ساحة القتال ابن بيسكال يقاتل إلى جانب طباخ بوتين فالناطق الرسمي والطباخ كلاهما حاليا في شركة واحدة حولت مدينة بكاملها إلى حق القتال روسيا من دلوقان فيما يحاول الأمريكيون صناعة مصار آخر لنورنبرغ محاكمة تحاول أن تمسح جرائم أمريكا في أفغانستان والعراق ابن السكرتير الصحافي لبوتين نيكولاي بيسكوف يعلن الخبر عن التحاق الأبن الطباخ الطباخ بريقوجين وهو يعترف لأول مرة بأن رجل المدفعية الذي كان يدرس في مدينة دبي يقاتل إلى جانب بوتين فيما ترى وسائل الأعلام وبالفيديو عن تظاهرات كريبايراد لأبناء المدينة المنضمين أخيرا إلى الكتيبة 129 وبدون ذخائر وقد أرسلوا إلى الجبهات في الخطوط الأولى وهذا الذي يثير ضجة ما بين معنويات تحاول أن ترتفع مع روسيا بإرسال ابن بيسكوف إلى ساحة القتال وما بين مظاهرات الأقارب في جريباير هذا هو المثال الذي يمكن أن يعطي صورة عن الحرب القادمة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق وسطية اليوم 24 ساعة سمر أن الآس 300 الآن بدون أدوار البوك يمكن تدميره هناك فقط حوالي 5 إلى 6 منصات يمكن تدميرها على أساس إحداثيات طيران مباشر لذلك فإن التفوق الجوي الروسي قد يكون حاسما في المستقبل القريب وإدارة العملية إلى حدود اللحظة هادئة لا يريد الروس الآن سوى الوصول إلى الأقاريم الأربعة وإثبات هذه الجغرافية أساسا أو وقف إطلاقنا ديفاكتو بحكم الأمر الواقع لأن هناك اليوم تظاهرات حول الذخيرة ولم تصل فقط إلى بعض الجنود وأقائب الجنود إنما اليوم بتظاهرات تظاهرات بخصوص إرسال الكتيبة 129 وفي منطقة حساسة وهذه المنطقة هي الأقرب إلى ميلادي زيلنسكي ولذلك فإن البلد الأصلي أو على الأقل هذه المنطقة الأقرب إلى الرمزية اليوم تشهد تظاهرات بشكل مكثف نتيجة إرسال جنود بدون ذخيرة إذن هل الأمر يتعلق بأزمة في الذخيرة؟ هذا هو المؤكد لأن هناك صعوبة اليوم في إيجاد حل سياسي ولكن هناك إيجاد الحل الواقعي الوصول إلى معرفة موازين القوى بالأساس وكيف تسير الأمور عندما نرى وزير الدفاع الأمريكي وهو يتحدث بشكل واضح عن المساعدة العاجلة وعن المزيد من المساعدة كل برودة على صعيد أو على الأقل عدم تسخين الجبهات بين أوكرانيا وروسيا هذا ناتج عن مهلة تعطى من أجل تصنيع إضافيا للذخيرة من الطرفين ولذلك فالكل يستعد لجولة قادمة أو على الأقل ضربة من هنا أو هناك من شيئتين نحن نتحدث بشكل تقني هناك عملية على الأقل أصفحت الآن عملية في كل عشرة أيام 11 يوم نجد أن الذخيرة استوفت من أجل القيام بضربة كالتي حدثت ضد كيام مرارا مع حوالي 11 يوم يعني أن هذا هو الزمن الذي يعطي للجيش الروسي إمكانية استخدام الذخاء الحديثة جدا ونقلها من المصانع باتجاه الإطار العملياتي كان في قواعد أو كان باتجاه جبهات لذلك فإن اليوم إن وصل ما يسمى بالزمن التصنيعي للضربة الجوية إلى حدود 9 أيام فإن اليوم هناك إمكانية لجعل الضربة مزدوجة فهناك إمكانية لإرسال قنابل بحدود جولتين في مرة واحدة وهذا سيكون كارثيا للغاية على الأقل بالنسبة للأثار النفسية وأمامنا على وجه دقيق هذه الصور صور لمظاهرات يتأكد من خلالها أزمة الذخيرة وإرسال جنود إلى الجبهات بدون ذخيرة قد تكون المفاجأة في الجبهات لسبب رئيس لأن هناك اليوم إدارة جديدة يمكن أن تسلم في لحظة الوصول إلى المناطق القتالية أن ذلك يسلم هؤلاء الجنود الذخيرة مناسبة لكن في نفس الآن هناك اعتبار آخر لعدم تحصل أو حصول الأوكران على الذخيرة المناسبة والقادرة والمتفوقة على الروس إذن أمامنا الامتياز الأساسي بخصوص الأس 300 والبوك وهذا الذي يمكن اليوم القول معه كما قال الأمريكيون وفي وثائكم السرية بأن أوكرانيا ستفقد جزءا كبيرا وبشكل عام ستفقد ما يسمى بالدفاع الجوي إذن أزمة في الدفاعات الجوية هذا هو الأمر المتوقع الآن السلاح الجو يمكن أن يصل إلى أي منطقة بالطريقة التي تناسبه عودت ما يسمى بالقصف المروحي عبر المروحيات كل هذا ناتج عن صعوبة في قضية الدفاعات الجوية كما قالت الوثائق السرية الأمريكية عندما نصل إلى تواجه آخر أن هناك تظاهرات في أوكرانيا لعائلات الكتيب 129 مثلا ونجد أن ابن بيسكوف النطق الرسمي باسم الكريملان مع فاغنر من جاءة أولى هذا يعني أن فاغنر أصبح لها ثقل للمسؤولين المسؤولين اليوم لا يرسلون أبناءهم إلى الجيش إنما يرسلونها إلى الشركة لماذا؟ لأن في هذه الشركة أنت تقاتل بحدود معينة ويمكن أن تكون لشهر لشهرين ثلاثة أربعة إلى آخر فأنت تقاتل وأنت ليس لديك هذه الضوابط البيرقراطية للجيش الروسي من جاء وناتج عن كثير من البيرقراطية في هذه الشركة هي تطوعية بالأساس ويتعمل بشكل عالي على قضية انسحاب والدخول إلى آخره يعني أن العملية كلها مرنة وبالتالي فإن هناك من يأتي مثلاً كحالة إبن بيسكو من دبي وإلى فاغنة ويمكن أن يقاتل لشهور ثم يعود مباشرةً دون التزامات صارمة بخصوص الدخول والخروج من ساحات القتال لهذا فهناك مرونة شديدة بالنسبة لهذه الشركة المسالة الأخرى يتذكر الجميع ما قاله بريغوجين حول إرسال المسؤولين لأبنائهم نحن ندرك على أن بوتين لديه ابن بيسكوف الذي يعتبره كابنه والآخر يناديه باسمه العم فلاديمير فواضح جداً أن أقرب ابن الآن إلى بوتين أقرب شاب إلى بوتين يرسل إلى الجبهات وإلى فاغنة هذا يعني مباشرةً أن المسؤولين في الجمهوريات الأخرى أو غيرها قد يرسلون أبنائهم إلى شركة مرنة قد يشارك فيها لمدد محددة وحسب أجواء الدراسة مثلاً والعودة إلى الدراسة القتال في شهور عطلة مثلاً أو غيرها كل هذا مباح الآن وأيضاً هناك من يقاتل من أجل حالة مزاجية الآن ويريد على الأقل بوتين أن يضع انتصار باقنر ضمن أصول صحيح أنها من خارج الجيش لأن الجيش لديه مهامه ولكن بالنسبة لهذه الشركة فالكل يريد أن يساهم فيها على أساس أنها شركة شركة لبوتين شركة خاصة فيها الطباخ في النطق الرسمي فيها الأبناء لمسؤولين والآن يرى الأمريكيون من جهتهم أن هذه فرصتهم من أجل محاكمات لأن الذي يقود العملية الآن في باقموت شركة وليس الأمر يتعلق بجيش فهناك إمكانية لتحريك هذه الوضعية على أساس فصل بوتين وشركة فاقنر والمسؤولين إلى جانب بوتين عن الجيش وعما يقوده الجيش ليحاول الغرب أن يصل إلى خلق التوتر المناسب من أجل إبعاد الجيش لهذه الشركة وهذه الشركة عندما ستبعد سيبعد كل طاقم بوتين وبذلك سينكسر بوتين إذن هناك تكتيك في العملية الآن هذا الذي يسعى له بشكل واضح جدا الأمريكي في هذه الظروف التي يمكن أن نقول معها أن نزال القوى على الأقل على صعيد التفوق الجوي حسن مدروسية والآن بالنسبة لإبقاء الوضع لمدة معينة إلى حين حضور البطريوت بمنسوب عالي أو غيرها كل هذا قد يكون متجاوزا متجاوزا لأسباب كثيرة أهمة أن هناك روح معنوية أقل في صفوف الأوكران لسبب رئيس لأن الخسائر البشرية كانت مرتفعة للغاية ولأن أجزاء من الذين سيقاتلون فعلا من أجل أوكرانيا أو اليمين الأوكراني اليوم هو الأضعف لأنه سحق في الجبهات وبالتالي فإن اليوم نجد الصف الثالث الصف الرابع وهذا كله المقصود منه الدفاع عن الأرض على وجه دقيق لذلك فالمسألة ليس في نقله إلى باخموت مثلا وإنما الإبقاء على الوضع من خارج دونباس فيمكن أن يقاتل الأوكراني من خارج دونباس أي في المناطق الخالصة لأوكرانيا بالشكل الذي يختلف عن دونباس المتحدث بشكل كبير جدا بالروسية وبغيرها وأمام إشكالا لم يقم الآن أو في 2022 إنما من 2014 ومشكلته أساسا دونباس بحكم ذاتي بغيره كل هذا مع تأطير مينسك واتفاقيات مينسك كل هذا معلوم لذلك فالمسألة اليوم مسألة مختلفة فيها والشعب الأوكراني أمام خسائر قوية للغاية بالنسبة للجيش وباقي التنظيمات المسلحة لأوكرانيا يصعب الآن أن نتحدث عن روح معنوية بنفس التقدير الذي كان يعمل عليه مثلا الفيلقو أظاف أو هذا اليمين الذي يسميه الروس بالنازيين الجدد إذن بالنسبة لهؤلاء هؤلاء دفعوا ثمنا غاليا لشجاعتهم القوية في ساحة القتل وفعلا حاولوا أن يعيدوا الجيش الروسي إلى دونباس وأن لا يكون ما بعد دونباس هذا كله ناتج عن فاتورة قوية للغاية هذه الفاتير اليوم المدفوعة هي التي يرغب الجميع في تخفيفها ليس على أساس مبدئي إنما على أساس واقعي لأن هناك صعوبة حاليا في الوصول إلى العنصر البشرية لمناسب لهذه الظرفية ولنفس القتال السابق أمام رجديات رهيبة بطولية بكل تأكيد وهذا الذي يصعب الآن أن نقول بأن مثلا الصف الرابع والصف الخامس سيكون كالصف الأول والآن الصف الخامس يعود أن يكون في الصف الأول وهنا صعوبة كبيرة للغاية لهذا فتواجد ابن بوتين كما دعا بريجوجين إرسال أبناء المقاتلين إلى هذه المناطق القتالية وهذا الذي يستجيب له على الأقل اليوم وبشكل رمزي ابن بيسقف ابن بوتين وهذا سيفتحه مجالا آخر لأولا العمل في داخل فاغنر والعمل داخل فاغنر لا يساوي فقط العمل في بخموت وإنما في الصحات القتالية في داخل روسيا وفي خارجها ومستقبلا سيكون هناك ابن الدبلوماسي وابن السفيري وغير ذلك كلهم سيكونون في جبهة فاغنر مدعا في أفريقيا أو في غيرها فتكاد هذه الشركة تخلق مصارا آخر في روسيا وهذا الذي يهدد الأمن الأمريكي لأن العمليات الخاصة تكون جزءا لا يتجزى من مستقبل الأيام وهذا الذي يجعل من الأمريكي من الآن يحاول تحريك ما سميت بمصار قانونيا ضد بريغوجين وضد فاغنر لسبب رئيس لأن أي تمدد لهذا التنظيم سيكون كارثيا خصوصا في أفريقيا واليوم كل المسؤولين سيكونون تحت هذا الدعم وأيضا هم يدعمون فاغنر وبالتالي فإن ما سيكون عليه الحال مستقبلا سيكون له أثر بين على استراتيجية كل روسيا وروسيا في الخارج أقوى بكثير من الداخل وهذا الذي يضعنا أمام أزمة حقيقية في قضية فاغنر هل فاغنر اليوم ليست إلا امتدادا لطموحات بوتين وللعناصر القريبة منه والجيش وللدولة الروسية وهنا القتال اليوم قتال حول استراتيجية شخص وقائد وزعيم اسمه بوتين وهنا تبدأ الخسارة الأمريكية لأن الأمريكيون يقاتلون على أساس المؤسسة اليوم هناك شيء آخر اسمه أيضا الشركات وهذا الذي نجح فيه جزئيا من الأمريكي في العراق أمام المتعاقدين اليوم لعبة المتعاقدين عبر باغنر هي الأسلوب الجديد ولكن هذه المرة في خارج روسيا أكثر مما في داخلها ولأول مرة يحدث ذلك أن هناك اليوم باغنر في خارج روسيا تزيد بستة في المئة عن المكون لباغنر في داخل روسيا رغم أن الحالة قتالية وأن هناك إدارة لأكبر عملية في بخمط ورغم ذلك الاتصال باغنر الخارج أقوى من الداخل وهنا تقع صعوبات كبيرة على الأمريكيين في هذه المرحلة على وجهتها شكرا جزيلا وإلى اللقاء